اه طيب سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم عملي ايه انا احمد شيتو. في ميزة كده اضافت لي اه ميكروسوفت ستور. الميزة دي بصراحة جميلة جدا فانا حبيت كده انا اشاركها معاكم يعني وان بها فيديو سريع كده. لعل لو عسى يعيني موتكم تفيد حد. وتابعوا معي الشرح. اه طيب اهلا بكم مرة تانية. بصوا جماعة طبعا الطريقة دي شغال على الناس اللي عندهم مندس حداشر. انت لما تفتح عندك ميكروسوفت ستور. المفروض انك هتلاقي عندك هنا كده فيه بالشمال يعني فيه خانة جيدة ظهرت اسمها سيمس. طب يا عمي الشيتو. لو انا واندس حداشر ودي ما ظهرتش عندي. هيبقى غالبا ميكروسوفت ستور عندك ما هواش على اخر ابديت. طب تعمل ايه تعالى عندك على كلمة دولود هنا كده. وقول له مسلا كده تشيك فور ابديت. هو المفروض انها هيجيب لك هنا البرامج اللي عندك على الكمبيوتر واللي محتاجة يتعمل لها ابديت. غالبا هتلاقي عندك الميكروسوفت ستور. يعني جاي له ان هو يتعمل له ابديت او كده. تمام? انا طبعا بالرغم من ان انا اه مسطابه على احدث نسخة بس طبعا اكيد بيجي بعده برضو اه ابديتس والكلام ده كله يعني. فالشهاد في الموضوع لو انت سيم دي زهر عندك تمام? مش زهر عندك. خش فيه الدولود وعمل شيك فور ابديت. هتلاقي عندك ميكروسوفت ستور ان هو محتاج يتعمل له ابديت. طب يعني مشيته. لما نخش على بتاع سيم زي هنا كده. بكرة كلها جماعة ان السيمات دي شكلها حلوة مدعومة من اه ميكروسوفت كمان وكمان مجانية. فلو انت واحد بقى يعني بتميل بسرعة والكلام ده كله. حابب تغير او تنزل حاجات جديدة. فموكم تجرب الموضوع ده. في مسلا عندك سيم زي ده كده. انا كنت بنزل قبل كده وما سلحته كنت بجرب الموضوع يعني. طب لو السيم ده فرضا عاجبني مسلا وانا عايز نزله فكل ببساطة يعني تقول له هنا كده هو هيبدأ يعمل له وهيبدأ يطبق لوحده. طبعا بس ده كده السيم اللي عندي او ده اللي موجودة اللي عندي اساسا. تبسوا عامين الفرق اللي هيحصل يعني. وقادي هنا هو. السيم اطبق معي هو. هدي يخد اللي هو البيضة وكل حاجة بقال لنا هو ابيض. هو ده السيم. طيب. لو فرضا انت السيم ده مش عاجبك او عايز تمسحه. ببساطة هتيجي تخش عندك هنا هنقفل ده كده. هتخش عندك هنا على وهتخش عندك على اللي هو الابس وهتيجي على انستول ده ابس. هو السيم المفروض كان اسمه اللي هو ده. عادي خاص يعمل له انستول. وتقول له هنا كده انستول. طب انت كده هتبقى شيلت السيم اللي عندك. ولكن تأسير السيم لسه موجود. بمعنى ايه? بمعنى ان انت هتلاقي الباج جرون ده لسه موجودة. وهتلاقي هنا مسلا ده ابيض والكلام ده كله. طب انا عام الشيطة عايز ترجع على الاصل بتاعي. عايز ترجع الحاجة بتاعتي الاوانية. عادي خش عندك على هنا مثلا كده. خش على ديت. وهتيجي عندك على وقول له هنا بدل هتقول له دارك. هجب دعا ارجع كل حاجة صمرة. وتبدأ بقى تقدر حط اللي انت كنت احطيتها قبل كده. انا كنت مسلا حط بجراوند ايه? اللي هي ديت. احطها عادي خالص. وكل حاجة هترجع تاني زي اصلها. طيب احنا ممكن برضوك نستعرض سيمات تانية. الميزة يا جماعة في المدارس المترك انه هو غير انه هو مدعوم من ميكروسوفت وكده. فالسيمات فري. فيعني اضافة جميلة حلوة انت ممكن تجربها. كل دي سيمات. احنا ممكن مسلا نجرب ايه? هزة لسة وفزة اس مسلا. هتقول له هنا كده. ابدأ برضوك دلوقتي ينزله لك هوت. وتلقائي هو هيعمل له. قل له هنا برضوك. هو كيكب يعمل له تلقائي يعني بس انت ممكن تقول له ابلاي سيم. هتلاقي السيم تطبق معك بصراحة شكله جميل جدا. ترك باكجراوند والكلام ده كله. انا واخد السيم اللي هو الاصمر وكده يعني. فيعني هي اضافة سريعة كده يا لازيزة. انا حبيت برضوك ان انا اشاركها معاكو او اعرفكو بيها لو انتم مش عارفينها يعني. فبس شارب دا كان فيديو النهاردة. كالعادة لو الحلقة عجبتك وكانت معلوم مفردة بالنسبة لك. فما تبخش عليها بالدان مع ناوي لو اشتركوا في القناة وانتمش مشتركوا فازروا الجرس وبس كده يا شباب.